السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 13 تشرين ثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الحمل استقر تماماً ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 6.58 دقيقة من صباح يوم الغد الخميس بتوقيت جرينيج القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جداً ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.23 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الحمل معناته خلال هذا اليوم منشعر بأنه أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميم وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو أثناء قيادة السيارات ومنلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى مشاكل وحجج غير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائما لما بيكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية راح تكون الساعة أربعة وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرها على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبتزيد عنا الثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة وحدة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا أي شيء اليوم يتعلق بالرأس هو هاي أكثر نقاط الضعف يعني عندنا الرأس، الأسنان، اللسان، العضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هدولة الأكثر حساسية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة رغم أنه اليوم يعتبر آخر يوم لأنه القمر بده يبدأ بمراحل الاكتمال هو يوم صعب للأمور الجراحية لأنه عملية نزف الدم بتكون احتماليتها أكثر أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا هذا اليوم مناسب لأمور اللي تتعلق بالحجامة للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة ابتداء من اليوم يصلح هذا الموضوع لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولآخر يوم يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الخميس بيبدأ الساعة 6 و 49 دقيقة صباحا بتوقيت جراناتش وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 58 دقيقة صباحا بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب طبعا هو انحصار المكتمل 12 يوم الآن الساعة 12 و 53 دقيقة ظهرا من نبدأ باليوم الثلاثة نسبة الإضاءة بتكون نهاية اليوم 97% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيدة بنسبة 15% القمر في الحمل حتى يوم 14-11 سعيدة الآن بنسبة 45% ساعة الفجر سعيد بنسبة 60% ساعة المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% الآن ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهم شي إنك تتحرك على جميع الأصعدة عشان الفرص تستغلها بأكملها وحاول إنك ما تضيع الوقت يعتبر هاي البداية بداية جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم تهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات وطباعك بتكون متقلبة ومزاجك متعكر حاول إنك ما تخال في القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانك تحبر عن آراءك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العن للزملاء وحاول تستغل هذا اليوم لإتمام كل أعمالك الضرورية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برر كلامك ووضحوه بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك تهتم لبعض الاتصالات والمشورات حاول أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه اليوم في مجال السفر أو الاتصال لبعيد وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة لاختبار تجارب مختلفة وبتشعر بالاعتزاز والفخر أهم مش أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك وناقش بمنطق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم اليوم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم واتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي اليوم في فرص مالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا الشراكات شراكات مالية أو عاطفية أو ما بين الأزواج وبتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي أيضا لأنه طاغتك ضعيفة ولو أنه ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات وتجنب المشاكل وما تتسلط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء خلال هذا اليوم نظموا جدول غذاكم وخدوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة ابتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من مشاكل صحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وأيضا اليوم في فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالي جدا هاي فترة إيجابية لازم تستغلها بكل قوتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تحتاج المسائل الخاصة أو المسائل العائلة إلى مناقشة وحوار وهدوء أعصاب ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحييئديات واستفزازات وبعضكم ممكن يكون عنده بعض المسائل البيتية الهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحل مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية بعضكم ممكن يقدم على إنجاز أو يناقش صفقة أو اتفاقية حاولوا أنك تعملوا بجدية نظموا شؤونكم المالية ويمتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء